عايز احل ده كمان عشان هيطلع في الاخر حاجة مختلفة لما نطبع عليه موضوع هيطلع حاجة مختلفة غير اللي حعلناه اولين. الاول بنحط زي ما قلنا. زيرو وان ونيجاتف وان وزيرو ونيجاتف سري ونيجاتف وان وزيرو. وبعدين الميتريكس بي اللي هي متريكس الميتريكس اللي هي بتطلع هي عينية فيكتور. وبعدين بنعمل نفس الخطوات بتاعت كل مرة يعني. وبعد ما نعمل لما نيجي نختار في الصف ده. تطلع زيرو. والزيرو ما ينفعش نصفر بيه اللي تحته اللي ضربناه في اي رقم و جمعناه على اللي تحته وتفضل من زيرو. فبالتالي بنبدل اي اتنين روس ببعض. انا اخترت ابدل ممكن روتو عادي. فده هيروح هنا. وده يروح هنا. ويبقى عندنا هي اللي هنا دي. علشان نعرف نجمع ده على ده. وده يبقى زيرو على الطول. وبعد ده يبقى سري وده يفضل وده يبقى زيرو. في هنا اللي لازم تتكتب علشان بيتحسب عليها يعني. وبعدين التعديل هيحصل على ده المعنى اللي بعد الساعة. فهيتبقى الميتريكس بالشكل ده. بلاس وان زيرو سري بلاس سري سري وزيرو بلاس نيجيتف سري نيجيتف سري وان بلاس نيجيتف وان زيرو والرول الاخير اللي ما حدش اقرب منه. وبمعنى ده كل اللي تحته بقى بزيرو. هناخد في الرول اللي بعده. اللي هي اول اللي هي دي. بس احنا ممكن اه بالمناسبة طالما هنا هسي له ممكن يضرب الرو ده في وان وفر سري علشان نبسط الارقام. فهتطلع الميتريكس دي. ويطلع الاتنين دول اللي هيطلع الاتنين روس دول شبه بعض. اللي هو الروت تاني والروت تالت. فنيجيتف وان وزيرو وان هو زي الاولاني. انما ده هو ده. فلو عملنا ار سري ماينس ار طو على طول وعلى فكرة ده اكتب من التعديل ده على ار سري. هيبقى الرو الاولاني زي ما هو والروت تاني. زي ما هو والروت تالت كله صفار. وبالتاني مش ممكن اختار في لان خلاص كده خلص لان مفعش يكون بزيرو. فكده لما اطلع رانك الاي. رانك الاي هيبقى بطو لان فيها اتنين او اتنين نون زيرو روس. ورانك الاي برضو باتنين. اللي هو ايه كون رانك الايه طلع قد رانك واحد. وهو طالما اه طلع اقل من عدد اللي هو تلاتة لو طلعنا او تلاتة يعني. ففي الحالة دي هو مش واحد بس هو فاللي بنعمله في الحالة دي بناخد اللي ما لوش ونعمله نسميه او بارامتر تي ده البرامتر يعني. فلما تبقى بيجيب بقية بدلالة البرامتر. فلما تبقى زيرو هنا يعني اي رقم نخليها تي. وبعدين نعمل عادي تبقى اكس تو مينس اكس سري اللي هي مينس تي اكوال زيرو. يبقى اكس سري هي كمان يبقى اكس تو هي كمان اكوال تي. وبعدين اكس ون. بلوس سري اكس تو ليه بلوس سري تي. اكوال ون. يبقى اكس ون اكوال سري تي تي سري. لحد اه لحد بنخصل اسمه كل وبعدين يجيب بقية البرامتر كلهم بدلالتهم. بس تو هالفكرة هنا ان اللي انا عايز اقوله للسيستم طلع ليه على اقل واحد لان رانكل ايه? وهو رانكل وطلعوا انفين لان العدد ده اقل من عدد البرامتر. بعد كده عايزين نتكلم عن وعن اللي هي دي بعد ما بنخلص ونخلي كلها هون في اي متريكس بتكون دخلت في هي فورمة اسهل في التعامل معها عن الفورمة العادية او اللي احنا بنحاول نوصل لها يعني بالجاوس ليها تلات شروط هي اي نروع برعا بس بيبقى تحت خالص في وناخد دي كمسال حلو. تمام? ده يبقى تحت خالص ما يفعش يكون في النص هنا. دي مش فروق علشان آآ في هنا موجود فوق 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 تاني بروبرت لها هي ان كل رو بتكون بواحد. وده موضوع السهل يعني لو عندنا مسلا اللي فوق دي كانت هنا مسلا مسلا بنيجاتف ون احنا ممكن نضرب الرو كله في ون اه نخليها واحد لو كانت هنا سري نقسم رو وان كله على سري هو تبقى فهي مش قزمة بعد ما يخلص كل رو في مش بوان نضربه في بتاعه عشان تبقى تبقى تالت آآ بروبرتي الرو ايشن فورم دي الرو ايشن مش الرو ايشن فورم ان اي آآ اي نان زيرو رو اي كده دي على شمال اللي فوقها يعني دي هنا يبقى الجاي ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا بس المهم انها تبقى عاملة شكل سلم كده ودي كده منش خلاص الفكرة ان دي بس دي مش رو ايشن فورم اصلا فلو عدلناها بحيث انها تبقى مظبوطة هتبقى وان وزيرو وان سري وفور وده زيرو رو تبقى دي هنا وده يعني كده وبالتالي يبقى برضو نفس شكل السلم ده ان كل في الرو اللي تحت تبقى على يمين اللي فوقها ده آآ آآ يقول في الميتريكس مفيش هنا فاول شرط تتحقق في الميتريكس دي كلها بقى انها مفيش البفوت واحدة ويابون فشرط تتحقق آآ لأي على يمين اللي قابلها ده عادي لان ما فيش قابلها فهي حققت التلات شروط بتاعت خلاص يبقى دي عادي دي كل كل تحت الميتريكس اللي مفيش غيرهم كل دول زيرو الروز مفيش غيرهم كل مفيش مش بوان ماشي آآ كل مفيش اساسا بس احنا كده ما خلفناش شروط تبقى ميتريكس دي مازالت في دي لأ اقولنا عشان ده مش معايد واينا مش مكان وسوري فالفكرة ان آآ لما بنوصل ميتريكس ده رو ايه نفس اللي بتطلع من آآ بس فانا قسمها على عادي يعني بس واي ميتريكس على فكرة ممكن يكون ليها اكتر من مش شرط تكون واحد بس اللي واحدة هي رديوز رو اشنو فورم ورديوز رو اشنو فورم بتفرق عن ان آآ كل اللي فوق زيرو يعني مش المجرد اللي تحت بس لأ هي كل اللي فوق زيرو فتبقى اخذها المنظر ده بتبقى مثلا دا واحد دا واحد دا واحد دا واحد دا واحد دا واحد وكل دا زيرو ممكن يكون فينا حاجة تانية تمام بس تطلع ما فيه اللي فوقها بزيرو واللي تحتها بزيرو وده بيحصل عن طريقين احنا زي ما عملنا من فوق لتحت بده من جاوس تاني من تحت الفوق اللي هي الجاوس جوردن فورم مش مطلوبة مش دائما مطلوب الا هو طلبة يعني مش الناس بنجيبها عشان نحل بس لو جبناها هي بتطلع على طول من غير لان احنا واقعيا بنعمل جوة نفسها لما بنرجع هنا الورا علشان نصفر بقية العشان نصفر بقية اللي فوق بتخلي كأن بالزبط بس بنعمله برا الميتريكس لأ دلوقتي احنا بدي عمله جوة الميتريكس الفكرة ان اللي هي الجاوس هي واحدة بس لاي ميتريكس يعني اي ميتريكس لو عملنا لها معينة هيبقى ليها فورم واحدة لو قال لي هل الفورم دي ايه كويفل انت الرؤ تانية مستحيل علشان اه هي واحدة بس فالميتريكس لو قلنا مسلا سؤال هل ممكن نعمل لها معينة انجرب اعمل لها لو طلعت هي هي يبقى ممكن لو طلعت مش هي هي يبقى مش ممكن لان اي ميتريكس في الدونية ليهارة معينة ده مسال هنا بيقول ان انا حل باستخدام او طبعا مش لازم الا لو هو قال لي لو معليش عادي جدا هيكف يعني هم دينا السيستم ده تمام اول حاجة هنكون كالعادة اللي هي وزيرو نفس ميتريكس نفس ميتريكس انا هنا اه هاخد اللي هي اول هنا وصفر بيها الاليمت اللي تحتها على طول انا هنا عملت الخطوطين مرة واحدة اختصارا يعني اه عملت رو بلاس رو وان علشان وان بلاس نيجاتيف وان زيرو اللي بقى زي ما ييجي وبعدين عملت رو سري ماينس علشان تو ماينس اه تو فون فاتب زيرو ولما عملنا دي ما بس فينا رقم مش طالع فتبقى سيفنتين ماينس تو تايميز نيجاتيف فون بس كده خدنا ده وبقى كل اللي تحت بزيرو ناخد اللي بعده عايزين نخلي برضو كل اللي تحت بزيرو خدنا ده ممكن لو بدنا وناخد ده عادي مش مشكلة اه هنعمل رو سري بلاس رو تو واللي يحصل الاخير ده يحصل ماين منشف حاجة اللي اهم نخلي كل اللي تحته بزيرو هنعمل زيرو بزيرو وان بلس نيجاتيف وان زيرو سري ماينس وان بـ two وفايف ماينس وان دي ماينس وان هتطلع فون او يعني نيجاتيف وان ماينس نيجاتيف فايف اطلع فون فلما لما هنخلص هنا لما نخلص هنا هيكون اه هيكون ان احنا وصلنا لدي اخر بيفوت خالص جميل وكده هي مفروض مفروض لو احنا هنخلص الجوز اللي حد هنا. خلاص كده شكرا مش محتاجين بعد كده نعمل اتنين اكس تلاتة باربعة يبقى اكس تلاتة باتنين وبعدين نعمل لفوق بس هو طلب الجوز يوردن فور. يبقى لازم الاول اخل كلها بواحد. زي خل بواحد نقسم الرو كله على اتنين. مش هنغير في حاجة. وبعد ما خلصنا كده دي في وفي الرو مش الريديوز. لانها آآ لسه في مش بزيرو. بس الفكرة ما هي ان ده بقى كله صفار. فلو جمعنا ده على ده مش هنبوص دي. مش هنبوص قصدي دي ولا دي. هنبوص بس اللي منتده وبعدين نجي مع ده على ده نعدل بس في ده. وهكذا الحد ما نوصل بنفس اللي عملناه وحنا نزلين بس المرة دي وحنا نتعين. هنحن هنعمل عشان تبقى سرين وان بزيرو وده وما هي مناش سانية انها صفر. وبعدين آآ علشان نصبط ده. طالما دي طلعت طالما ده طلعت على صفر يبقى ده نجمعه على يعني ده نضربه في اتنين ونجمعه على ده وده نضربه في ونجمعه على ده علشان نخليها كل اللي فوق وده لما يحصل انا عملتها على مرحلتين بس اختصارا يعني على واحدة بس ازيان مرحلة واحدة. هتطلع رؤيش الفورمو بالمنظر ده اللي هي وان 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 وباقي لحد ما فيش ده عادي مش بزيروز ما فيش فبعد ما وصلنا للفورم دي فكرة كلها بقى بتظهر ان آآ انا كده خلاص ايتحلت مش محتاج عمل ده باتنين ده وان على طول لان هيا دي دي باتنين فبطلع سوليوشنز على طول. وطبعا السوريوشنز على طول الان صوريوشنز هنا رانك الايه ده بتلاتة الأجوجمينتز باتلاتة لان عدد سور يوم واحد نفس عدد الفاريابلز والتالي هو سوريوشن وحد بس اللي موجود ده وهو احنا اللي طلعنا هنا